اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدير العام لاكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية وتتبعه ادارة التدريب واللغات وادارة الشؤون الاكاديمية وادارة الدراسات والتقييم سابعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويتبعه رئيس قطاع الشؤون الاسيوية والمحيط الهادئ رئيس قطاع الشؤون العربية والافريقية رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون رئيس مركز المدار رئيس قطاع الشؤون الاوروبية رئيس قطاع شؤون الامريكيتين ورئيس قطاع المنظمات وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والادارية ويتبعه ادارة الشؤون الادارية رئيس قطاع الخدمات القنصلية ادارة التخطيط والمشاريع ادارة الموارد المالية ادارة الموارد البشرية ادارة نظم المعلومات المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 23 لسنة 2021 بعادة تنظيم وزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر